خبرنا الأول اليوم هو خبر خاص وحصري لرقم عشرة غداً إن شاء الله بالكتير 48 ساعة لدقة الخبر غداً أو بالكتير 48 ساعة يعني الخميس أو الجمعة يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اسم المدير الفني الجديد لمنتخم مصر وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي في توقعات رسمية بتحصل مع المدير الفني الجديد لمنتخم مصر وهكون أمين معكم أكتر قبل ما أدخل على الهوى على طول مش على طول يعني من أول اليوم بحاول أجيب اسم المدير الفني اجتهد على قد مقدر بس المعلومة اللي قدرت أخذها إنه غداً أو بعد غد بالكتير هيتم الإعلان عن اسم المدير الفني وكان ممكن يحصل النهاردة بس الترتيبات تخص اتحاد الكرة فهيخلوا الإعلان غداً أو بعد غد الخميس أو الجمعة مين هو المدرب؟ حقيقة معرفش ومش عايزة أعمل يعني زي كتير من الناس إنه أقولك اسمين ثلاثة أربعة وهي ونصبها بس حقيقة معرفتش حاولت والكابتن حازم إمام والكابتن حازم إمام اللي مسؤول عن هذا الملف اللي خلص مع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر متكتم جداً حتى على كثير من أعضاء اتحاد الكرة المصري شفت بقى الموضوع الوصل لحد فين؟ إنه هم مش عايزين أي تسريب لإسم المدرب تحفظاً تخوفاً من اللي حصل في المدربين اللي فاتوا فعايزين يخلصوا الموضوع في الكتمان فحتى أقرب الناس لكابتن حازم اللي هم في المجلس يعني مجلس إدارة اتحاد الكرة فيهم اللي ما يعرفش فيهم اللي ما يعرفش أو أكترهم ما يعرفوش بس بكرة أو بعده هيتم الإعلان عن المدير الفني لمنتخب مصر هديك حتة ما كنتش نقولها لك بس هقولها لك وخلاص يعني هي دي برضو اللي أنا أسمع أو دي اللي أنا أعرفتها هو بين ثلاث جنسيات بالترتيب كده ألماني أسباني بورتغالي بين الجنسيات دي برضو حاولت تدعبس ما عرفتش اللي قال لي الخبر أو اللي عرفني الخبر قال لي أنه هو كسب دربي كبير قدام مدرب كبير وقال لي أنه هو مدرب كبير تمام؟ هقولك الفزورة هقولها لك زي ما هو قالهالي عرصتي يعني قال لي أنه هما الاتنين كانوا بيدربوا في بلدهم هما الاتنين خرجوا من بلدهم وراحوا دوري آخر واللي كسب ده في الدوري الآخر هو اللي هي دربي منتخب مصر من بين من بين جنسيات إيه؟ ألمانيا أسباني بورتغالي أنا مش أصل هديك بزورة وأتعبك بس أنا زي زيك أنا ما عرفش الاسم بس عرف المعاد وأنا قلت لك المعاد الاسم بقى أنت عرفت تجيبه لوحدك ودخلت عادت تسرش أنا حولت مرضه سرش ما عرفتش أوصل بأمانة بس بكرة أو بعده هنقفل الجدل ده كله وزي ما بيقولوا كده إيه؟ يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش إن شاء الله والأهم المدير الفن القادم لمنتخب مصر يكون اسم جاي بمشروع إحنا نعرض عليه مشروع هو يورينا مشروعه يفهم ظروفنا يفهم إحنا عايزين إيه نفهم منه هو عايز إيه نلبي رغباته عشان في الآخر إن شاء الله ننجح إن شاء الله ننجح